وما أبرع نفسي إن النفل أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اهتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا خسين أمين قال اجعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها أيض يشاق نصيب برحمتنا من نشاء ولا نظهر أجر المسلمين ولا أجر الآخرة بقير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فلما جهزهم بجهازهم قال اهتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني هو في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراهد عنه أباك وإنا لفاعلون وقال لفتيانهم اجعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون آئذا انخلقوا إلى أهلهم لعلهم يرفعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا هنعملنا الكيل فارس معنا قالا نفسل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أطيه من قبل فالله خير حافظهم وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بطاعتهم ردت ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا ونصفر وقانا ونزاد كيل بعين ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تستون موثقا من الله لتأخذني به إلا أن يحافظهم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب ضاعتهم ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن التقم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الظالم شيء إلا حاجة إلا حاجة تنفيه أعطوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على ريوس فآبا إليه أقاب قال إني أنا أقوب فلا تبتئز بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهدهم جعل الثقاية في رحل أقيه ثم أزل مؤزن ثم أزل مؤزن أيها والغير إنكم لتارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفضلون قالوا نمقد صبع الملك ولمن جاء به حبل بعين ومأن به زعين قالوا كالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جذاهه إن كنتم كاذبين قالوا جذاهه من وجد في رحله فهو جذاه كذلك نزل الظالمين فبدأ بأوعيته قبل بعاء أقيه ثم استخرجها من بعاء أقيه كذلك أكدنا ليوسف ما كان ليأخونا قاب في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق أترق أقول له من قبل فأترها يوسف في نفسه ولم يمتها لهم قال أنتم شخم مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مزاعنا عنده إلا إذا الظالمون فلما استيأسوا منه فلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليهم موسقا من الله لتأخذني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوا موسقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما استيأسوا منه فلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليهم موسقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واذأل الغذية التي كنا فيها والعيوة التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون قال بل سولت لكم أن تبقوا أمرا تطر جميل أتى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أتقى على يوسف وبيضت عيناه من المسؤذن فهو كظيم قالوا تالله تفتقوا تذكروا يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الآلكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأقيه ولا ييأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مثنا وأهلنا الظروتنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمكم ما فعلتم بيوسف وأقيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أقيه قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع قدر المحسين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أحب الراحمين يذهبوا بخميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا واكتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه مني لأجدني أيوسف لولا أن تخلدون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فاركت بصيرا قال ألمه لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا ناستغفر لنا ذنوبنا إنا قلنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آباء إليه أبويه وقالت قلو مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها رفي حقا وقد أحسن بي ذخرجني من السجن وجاء بكم من البذن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاءه إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطل السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة تغفني مسلم وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوفي إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليهم من أجر إنه هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يفرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أفضرهم بالله إلا وهم مشرقون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة كبغتة وهو لا يشعرون قل هذه سبيلي أبعو إلى الله على بصيرة أنا ومن استبعني وسمحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاتألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولذار الآخرة خير للذين استقوا أفلا تعقلون حتى إذا سيئت الرسل وظنوا أنهم قد خذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا للقوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباغ ما كان حديثا يصرا ولكن تصديق الذي بين يديه وتصديق كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لامي إمرا تلك آيات الكتاب والذي يمزل إليك من ربك الحق ولكن أفترمناك لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد انترونها ثم استغى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارات ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطام متجابرات وجدناكم من أعناب وذر ونقل صلوان وغير صلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا قرابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلاء في آناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المسلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا هنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستقب بالليل وسالم بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرزل وما لهم من دونه من وار هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السقال ويسبح الراد بحمده والملائكة من صيفته ويرسل الصمائق فيصيب بها من يشاه وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط ظفيه إلى الماء ليولو وقاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض فوعهم كهم ظلالهم بالغدوب والآطال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتقص من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفحا ولا غران قل هل يستب الأعمى والبصير أم هل تستب الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابع الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القطار أنزل من السماء ما أنفتال أوديهم بقدرها فاحتمل السيل ثبتاً رابيا ومما يوقدون عليه في النار افتغار حلية أو متاع ثبت مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبت فيرهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم والحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعهم مثله معه لفتذوم أولئك لهم سوء الحساب ومأراهم جهنه وبالسلم هذا أفمن يعلم أن ما أقنزل إليكم من ربك الحق كمن أم أعمى إنما يتذكروا أولو الألباب الذين يوفون بيعطي الله ولا ينفعون المساق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويقابون سوء المساق والذين صبروا فغاء وليغ فيما قاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم فرهم معلانية فرهم معلانية ويذرهون بالحسنة السيئة أولئك لهم مقبضات جنات عدن يذخلونها ومن صلح من آبائهم جنات عدن يذخلونها جنات عدن يذخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواتهم وزفياتهم والملائكة يذخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عفب الدار والذين ينفعون عبد الله من بعد ميساقه ويطبعون ما أمر الله به أن ينفل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يفسط الرقل لمن يشاء ويصدر وفرسوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مساء ويقول الذين كفروا لولا هنزل عليه آية من رب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وططمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ططمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحة بطوبة لهم وتسنوا مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قل لتسنوا وقل لتسنوا عليهم الذي أولينا إليك وهم يفكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه سوكلت وإليه مطار ولو أن قرآنا سيرت به جبال وقصعت به الأرض أو قلم به الموتى فللله الأرض جميعا أفلم ييس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لعلمنا جميعا ولا يزال الذين كفروا تطيبون بما قنعوا قارئة أو تحل قريبا من ذالهم أتى يأتي وعب الله إن الله لا يخلق الميعاد ولقد استوزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عطار أفمن هو قارم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا قل سموهم أم تنفهونه بما لا يعلم في الأرض ينب ظاهرهم من القول بل زين للذين كفروا مقروم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هار لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق فما لهم من الله من باق مثل الجنة التي يعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها في عف الذين اتقوا وعف الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولهن اتبع فأعواء بعدما جاءك من العذن ما لك من الله ولي ولا راق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك واجعلنا لهم أزواج وزرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطراف وإما نرينك بعض الذين عظوا أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي أرض ننقصها من أطراف هذا الله يحكم لا مهاطب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المفر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عب الزار ويقول الذين كفروا لف مرسلات ولكفى بالله شديدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الكتاب أنزلناه إليك لتقج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبيل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويسجون عن سبي الله ويقول عرجا أولئك في ظلال بعيد وما أرسلنا من رسوله الله بلسان قوم ليبين لهم فيظل الله من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا بمسا بآياتنا أن أخرج قومك من ظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار وشكوه ويطال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أن جاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من رصبكم عظيم وإذ أزن ربكم لئن شكرتم لأزيد وإن كفرتم إن عذابي لشدير وقال موسى إن تذكروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني أمير ألم يهزكم نبو الذين من قصلكم قوم نوع وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلم إلا الله جاء كم رسل من بينات فردوا أيديهم في أصوالهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك بما تدعون نهى إليه مذير قالت رسلهم أك الله شك فاضل السماوات والأرض يدعوكم ليقفر لكم من ذنوب ويقفر إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم الله بشر مصرنا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم من نحن إلا بشر مصركم ولكن الله على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأفيهم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتذكر المؤمنون وما لنا ألا نتذكر على الله وقد هدانا سهلنا ولنصبر من على ما آذيتون وعلى الله فليتذكر المتذكرون وقال الذين نكفروا لرسلين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذن في من لذنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخاف بعيد واتفتحوا وقال كل جبار عنيد من مرائه جهنم ويصعى بماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ولا يكاد يسيغه ويخفيه المؤمن كل مكان وما هو بمي عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم آمان كرماد اشتد في الزيط في يوم عاطف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشعر لكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبردوا لله جميعا فقال الظعف آه للذين ثبروا إنا قلنا لكم ثبعا قال أنتم مغلون عنا بالعذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لعدينا كن ثواب علينا أجزعنا أم خبرنا آلنا من مريض وقال الشيطان لما قضي الأرض إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاتجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بالمسرخين إني كفرت بما أشربتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وهدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن تجي من سعبها الأنهار قالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألم فر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أطلها ثابت وفر تر تؤتي وقلها كل حين بإذن ربها ويظر الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثفت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى وجعلوا لله أنداغا ليضلوا عن سبيله قل سمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا خلاة وينفقوا مما رزقناهم في الروم علانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماوات للقل وثقر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وثقر لكم الأنهار وثقر لكم الشمس والقمر دائبين وثقر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن ترسوا نعمة الله لا ترسوها إن الإنسان لغلوم كفا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن أعبد الأطنام رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عقاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفدة من الناس تأفيه إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نقصي وما نعلم وما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد 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 لله الذي وهب لي على الكبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذسيتي ربنا وتخف الدعاء رب نغفر لي ولباردي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تعتبن الله وافلا عما يعمل الظالمون إنما يغفرهم ليوم تشغس فيه الأبطار محطعين مقنعي ربوث لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذة هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجر طريب نجب تعوتك ونستبع الرسل أولم تكونوا أختمتم من قبل ما لكم من زوال وتكونتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وظرفنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحتبن الله مخلف وعاده رسولا إن الله عزيز ذنفقان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبره لله الواحد القهار وترى المجنبين يومئذ مقرنين في الأسفاب سرابلهم من قطران متخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحتاب هذا بلاه للناس ولينظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر